السلام عليكم أخوتي أتمنى أن تكونوا بألف خيار في هذا الفيديو لدينا الكثير من الأخبار بخصوص المحترفين المغاربة والأمر متعلق بكل من عبدالصامات الزلزولي والإصابة وكذلك على زكريا أبو خلال وإمكانية انتقال الدور الإنجليزي وفي الآخر كلام إيدي هازارت عن المنتخب المغربي وهذا سيكون باختصار كيف العادة والبداية ستكون مع الدول المغربية عبدالصامات الزلزولي والذي قرر مدرب أصاصون عدم الاعتماد عليه في المباراتين القادمتين والتلئك ذاته صحيفة فوتبول الفانتازي بحيث قالوا أن الزلزولي سيغيب على المباراتين القادمتين في الليغة رغبة من المدرب في إراحته مخافة تفاقم الإصابة وكذلك ذكروا أن المدرب مازال تسنى التقارير الطبية بخصوص حالة عبدالصامات الزلزولي إذن كيف مما شفنا أن الزلزولي سيغيب الجوج للأسابيع تقريبا ومن الذي يرجعه سيقومه مباراة برشلونة والتي ستلعب 14-11 على مأدن بخصوص الزلزولي تتمنى أن اللاعب المغربي يرجع قبل بالخصوص أنه كان هناك تقارير إسبانية تقول أن المنتخب المغربي لم يوجد الكأس العالم على حسب الكلامهم أغلبية اللاعبين الرسميين في تشكيلة الرسمية المغرب يا مصابون يا مك يلعبون والهضراء كانت على حاكم زياش وسالم أملاح ويوسف النصيري وكثير من اللاعبين أخر دوز الخبر الذي يخص انتقال الدول المغربي الزكريا أبو خلال إلى الدور الإنجليزي بحيث كان أخبار تقول أنه كان صراع إنجليزي بين فريقين بارزين على النجم المغربي وكثير بعدما بلغ سيط النجم الزكريا أبو خلال الدور الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في الموسم الحالي مع ناديه تولوز الفرنسي وذكر موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي أن الصراع قائم بين ليستر سيتي وصوت هابتون حول خدمات أبو خلال حيث يرغبان في ضمه والاستفادة من خدماته ابتداء من ميركاتو الشتوي القادم وتابع أن مؤهلات أبو خلال وتطوره الكبير أتار اهتمام أندية إنجليزية عدة مما جعل ليستر سيتي وصوت هابتون لإظهار رغبة جادة في ضم اللاعب إذن ذكر يا أبو خلال ثاني لاعب مغربي كان ذكروا أن الأندية الإنجليزية مهتمة بالخدماته بعد إليا الشاعر الذي سبق لنا ذكرنا أن نادي إستونفيل لمهتم بالخدمات اللاعب المغريب لتذكير الأخبار ما شرسمية 100% ومصدر الخبر سبق لي وذكرته هو موقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي أما بخصوص كلام إيدين هازارد على المنتخب المغربي فحسب صحيفة العربي الجديد حدر النجم البلجيكي إيدين هازارد من خطورة المنتخب المغربي ولاعبي خلال نهائية كأس العالم في قطر واعتبر أن هذه المنتخبات دائما ما تكونوا مرشحة لصناعة المفاجآت وذلك عبر استغلال غياب ضغط عليهم أمام المنتخبات المتنافسة على الفوز باللقب العالمي وأدل لاعب خط الوسط المميز بتصريحات خاصة بها موقع رسمي لاتحاد الدول لكرة القدم يوم التولتاء وناشد زملاء بضرورة توخي الحضر عند مواجهة المنتخب المغربي فقال سنواجه ثلاث منتخبات مميزة وهي كرواتيا والمغرب وكندا أعتقد أن الجميع يعرف كرواتيا ولاعبها الرائعين أنا محظوظ باللاعب إلى جانب قائدهم لوكا مودريتش لقد بلغوا النهائي في نسخة 2018 وتابع نجم ريال مادريد الإسباني بالنسبة لكندا والمغرب هما منتخبان لا نعرفهما جيدا لكن لدينا الوقت الكافي لاكتشافهما لدى المغرب لاعبون مميزون مثل أشرف حكيمي يمتلكون قدرات جيدة عبر أسماء ثانية في فريقهم وبلوغهم كأس العالم يجعل منهم منتخبا كبيرا إذن أتشيلكين غنخليكم انتومة تقولوا لنا شبال لكم في كلام ديال إيدين هازارد مع العلم أن المنتخب المغريبي واجه منتخب البيلجيكي في ثلاثة ديال مرات المرة الأولى تعادله واحد لواحد المرة الثانية ربح المنتخب البيلجيكي بجوج الزيرو وآخر مرة كانت على مقادون في 2010 كان فاز المغريب أنا ذاك بربعة الواحد وفي الأخر كانت تسمى الشفاء المواجب المغريبي وصف النصيري وهكذا سنوصلنا إلى النهاية للفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وتفاءل وخيرا تجدوا